ماذا قال الناس عن كرامات الشيخ عبد الفتاح في القراءة أو في التلاوة في القرب منك في ادعي لنا يا مولانا في مثل هذه الأمور ربما لو ذكرت هذا الكلام فيصنف على أنه رياء لا أبدا يصنف على أنه تفاخر وأنا أقل من ذلك بكثير لكن أقسم بالله عندي الكثير والكثير والكثير من الكلام الذي أتمنى أن يدخره الله لي في صحيفة يوم الكيامة وأن يكون هذا الكلام شافع لي بين يدي الله تبارك وتعالى كثير من الناس ورب الكرآن وأقسم بالله يروني مع رسول الله ويبلغوني سلام رسول الله آخرهم يعني هذا الكلام يجب أن يكون في القفاء حتى لا يبطل سره لكن أنت حضرت يتعلم الناس مني سألت سؤال وأنا يعني قال رأيت في رؤيا أن أنك تقرأ وأنا أجلس مع رسول الله الشخص اللي بيحدث الصوت يأتي من أعلى ورسول الله يسمع عليه الصلاة والسلام فلما انتهيت من التلاوة قال أبلغني رسول الله بالسلام إليك عليه الصلاة والسلام قال أبلغ سلامي لعبد الفتح ثم انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدت زحاما شديدا فأخذاني الفضول شخص اللي بيحكي قول وجدت زحام فأخذاني الفضول إن أنا أشوف الزحمة دي على مين فوجدت بشر كتير جدا اتلمم حوالين حد فذهبت أنظر فوجدتك تجلس بجوار رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح يده عليك والله الذي لا إلى غير لما قيلت لي هذه الكلمات قلت لنفسي من أنا الكلام ده أكبر مني وأنا أحقر وأقل وأصغر من ذلك بكثير لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني في هذه الرؤية نصيب وأن يجعل حبنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم موصول فهل بتلاوة الكرآن هل بحبي للرسول الله هل بكثرة صلاة وسلام على رسول الله كل هذه أشياء من أراد أن يكون موصولا برسول الله فلنصلي على رسول الله صباحا ومساء فقد قال صلى الله عليه وسلم ننصلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ونصلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا حرم الله لسانه على النار وفي رواية زحمت كتفه كتفي على باب الجنة فالأمنية ديت مش بعيدة على أي إنسان اللي عاوز يكون في معية رسول الله فليحب رسول الله وليكثر عليه من الصلاة فصلاة رسول الله تفريج لكل هم ولكل غم ولكل كرب تصلك برسول الله فهناك من يذهب إلى رسول الله ليزوره وهناك من يزوره رسول الله وهو على فراشه وسريره علي الصلاة والسلام